السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثامن إن شاء الله اليوم رح نبلش في درس جديد اللي هو بحكي عن حجم الهرم ومساحة سطحه قبل ما أبلش فكرة الدرس بدنا نتعرف على مقصود أو مفهوم الهرم الهرم هو عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد هو شكل ثلاثي الأبعاد قاعدتهم مضلعة الشكل وأوجه الجانبية على شكل مثلثات تشترك في نقطة تسمى الرأس يعني أنا عندي هذا الشكل هرم هلأ الهرم أول إشي له قاعدة وحدة هو شكل ثلاثي الأبعاد له قاعدة وحدة قاعدته بتكون مضلعة الشكل مضلعة الشكل هلأ إما بتكون على شكل مثلث إما بتكون على شكل مربع إما بتكون على شكل مستطيل هاي قاعدته إما بتكون على شكل مربع إما بتكون على شكل مثلث وإما بتكون على شكل مستطيل تمام؟ معتيك بالدرس إنها بتكون على شكل مربع وعلى شكل مثلث أغلبية الأسئلة هلأ أوجه الجانبية دائما بتكون على شكل مثلثات تمام؟ هلأ هاي المثلثات بتشترك في نقطة واحدة اللي هي تسمى رأس إذن هذا هو عبارة عن رأس الهرم والمضلل باللون الأخضر هي عبارة عن قاعدة الهرم تمام؟ وهاي المثلثات عبارة عن أوجه الجانبية هلأ منيجي إلى حجم الهرم قانون حجم الهرم يساوي تلت ضرب مساحة القاعدة ضرب ارتفاع الهرم طيب كيف بدي أعرف ارتفاع الهرم؟ خلينا نرجع مع بعض للرسمة الاتفاع الهرم زي كني بنزل أنا عمود عمود من رأس الهرم على منتصف القاعدة هذا العمود بيكون قائم زاوية قائمة تمام؟ هذا بيكون الارتفاع هذا بيكون ارتفاع الهرم تمام؟ حجم الهرم 組ف الهرم يساوي تلت ضرب مساحة القاعدة وضرب ارتفاع الهرم حجم الهرم القائم الموضح جانبا هلأ هون معتيني هرم هذا الهرم قاعدته مربعة الشكل كيف عرفت انها مربعة طلعوا يامس عندي هاي المضلة باللون الاخضر عندي هاي طولها خمسة سانتي وهاي طولها معتيني اياه في السؤال خمسة سانتي طيب المربع شو بيكون عندي أطوال أضلاع ومتساوية يعني لو عندي أنا مربع هاي مربع هون خمسة سانتي رح تكون هون خمسة سانتي وهون خمسة سانتي وهون خمسة سانتي أطوال أضلاع ومتساوية تمام إذن هاي أول إشي أول معلومة بحكيها إنه هي قاعدته مربعة الشكل تمام طيب هلا بدي أجي أكتب قانون حجم الهرم حجم الهرم يساوي طلد ضرب مساحة القاعدة ضرب ارتفاع الهرم تمام طيب نيجي هلا أنزل طلد تنزل كما هي ضرب مساحة القاعدة برجع بحكي القاعدة إيش عندي مربعة الشكل مساحة المربع الطول ضرب العرض طيب شو طولهم معتيني إياه خمسة طيب شو عرضه خمسة إذن خمسة ضرب خمسة هاي عبارة عن إيش عبارة عن مساحة القاعدة تمام ضرب ارتفاع الهرم هاي معتيني إياه بالسؤال ارتفاع الهرم ستة سانتي ارتفاع الهرم ستة سانتي فبهج بحكي ضرب ستة تمام بدي أشوف فيه اختصار فيه اختصار بقدر أختصار بين الثلاثة وبين الستة الثلاثة هون فيها بواحد والستة فيها إيش باتنين تمام فهلأ باج بحكي خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرين خمسة وعشرين ضرب اتنين بطلع عندي خمسين فبصير عندنا حجم الهرم الموجود عندي خمسين سانتي متر تكعب لأنه دائما الحجم إيش مكعب بكون تمام طيب نيجي هلأ لتدريب واحد لتدريب واحد تدريب واحد بحكي هرم قائم ثلاثي ارتفاعه ارتفاعه يعني معتيك ارتفاع الهرم باج بكتبه الملاحظة بحكي ارتفاع الهرم الموجود عندي يساوي خمسة عشر متر تمام طيب قاعدته على شكل مثلث قاعدته على شكل مثلث فباج بحكي هون قاعدته مثلث مثلثة الشكل تمام طيب هلأ طلعوا علي قاعدته على شكل مثلث طول قاعدته هلأ المثلث هاي المثلث نفرض انه هاي المثلث اللي هي القاعدة تمام تعته الهرم بقولك طول قاعدته للقاعدة الهرم طول قاعدة قاعدته عشرة سانتي يعني قاعدة المثلث هاي عشرة سانتي تمام ارتفاعها ارتفاعها لهاي القاعدة هاي الارتفاع هاد اللي هو عبارة عن سبعة سانتي تمام خليني إجيهلاء نوجد حجم الهرم باجي بحكي حجم الهرم يساوي تول تضرب مساحة القاعدة ضرب ارتفاع الهرم تمام هلا باجي بحكي تول تنزلها مساحة القاعدة برجه بحكي قاعدته مثلفة الشكل Tit umasاحة المثلف نص ضرب القاعده ضرب الارتفاع نص ضرب القاعدة ضرب باجي بحكي هون ضرب نص ضرب القاعدة قاعدته هاي عشرة ضرب ارتفاعه سبعة تمام هاي عبارة عن ايش هاي عبارة عن مساحة القاعدة تاعته الهرم تمام هلا لسه ما ما خلصت ضرب ارتفاع الهرم قداش ارتفاع الهرم معتني اياه خمستاش تمام هاي هون ضرب خمستاش هلا باجي بدي اشوف اختصار بقدر اختصر هون الثلاثة فيها بواحد هون الخمستاش فيها بخمسة وعندي هون التنين فيها بواحد والعشر هون فيها بخمسة تمام بطلع عندي حجم الهرم اللي خمسة ضرب سبعة ضرب خمسة اذا نحجم الهرم يساوي خمسة ضرب خمسة 25 25 ضرب سبعة 175 175 متر 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 تكعيب ميتر تكعيب لانه دائما ان الحجم حكينا مكعب وبما انه معطيني الاطوال بالمتر معطيني الاطوال بالمتر هم بالمتر وهم بالمتر تمام اذا رح يكون ايش عندي حجم الهرم بالمتر تكعب تمام طيب نيجي هلا لتمارين ومسائل السؤال الاول جت حجم هرم قائم ارتفاعه 17 متر ارتفاع الهرم هاي ارتفاع الهرم يساوي 17 متر تمام قاعدته مربعة الشكل يعني معتيك هاي قاعدته مربعة الشكل باجي برسم مربع صغير هاي مربع صغير هلا طول ضلحة 22 طب شو حكينا احنا عالمربع اطوال اضلاعه متساوية بما انه هاي 22 متر هاي رح تكون 22 متر هاي 22 متر وهاي 22 متر تمام هلا منيجي نوجه حجم الهرم انا هون بس بحط ايش زي المعطيات هلا حجم الهرم يساوي طلت ضرب مساحة القاعدة ضرب ارتفاع الهرم طيب نيجي هون طلت بتنزل كما هي ضرب مساحة القاعدة باجي بطلع شو قاعدته قاعدته مربعة الشكل طب شو مساحة المربعة حكينا الطول ضرب العرب طب شو طوله 22 شو عرضه 22 باجي بحكي هون اتنين وعشرين ضرب اتنين وعشرين ضرب ارتفاع الهرم قدش ارتفاع الهرم اعتنية 17 تمام هلا في اختصار بين الثلاث وبين الارقام اللي هون ما في اختصار فباجي بحكي تلت ضرب باجي بضرب هدول الثلاثة مع بعض اللي هي 22 ضرب 22 ضرب 17 بطلع عندي 828 828 تمام هلا واحد ضرب 828 اللي هي 828 على ثلاث للي هي تلات ضرب واحد اللي هي المقام يبدل بالبسط بالبسط والمقام بالمقام تمام هبطلع عندي 828 وتقسيم تلاتة بيطلع عندي الفين وسبعمية واثنين واربعين الفين وسبعمية واثنين واربعين فاصل 6 دوري هذا عبارة عن حجم الهرم الموجود عندي متر تكعب ليش متر تكعب لانه انا الارتفاع الارتفاع والاشياء المعطا معطا بالمتر تمام بدي اشوف هي معطا بالمتر ولا بالسنتيمتر على اساسها بحط الوحدة طيب نجي لتمارين ومسائل السؤال الثاني جت ارتفاع الشمعة هاي الشمعة على شكل هرم قائم حجمها 847 هون معطيني حجم الهرم او حجم الشمعة اللي على شكل هرم وتساوي 847 سنتيمتر تكعب مساحة قاعدة 121 هاي مساحة القاعدة تساوي 121 سنتيمتر تربيع طيب شو طالب اني اوجد ارتفاعها طيب باجي بكتب قانون حجم حجم الهرم يساوي طولت ضرب مساحة القاعدة ضرب ارتفاع الهرم طيب طولت بتنزل كما هي ضرب مساحة القاعدة قدش معطيني اياها 121 121 طيب حجم الهرم هايها 847 847 هون ضرب ارتفاع الهرم مجهولة باجي بحكي ارتفاع الهرم مرة تانية امس حط قانون حجم الهرم حجم الهرم يساوي طولت ضرب مساحة القاعدة ضرب ارتفاع الهرم معطيني بالسؤال حجم الهرم وبيتد ارتفاع الهرم تمام�� consig وحط على قانون حجم الهرم باوض 847 يساوي طولت ضرب مساحة القاعدة معطا بالسؤال ببعض 121 ضرب ارتفاع الهرم هلا بدي اوجدها كيف 847 اللي بتنزل تساوي 1 على 3 ضرب 121 اللي هي 121 على 3 ضرب ارتفاع الهرم تمام هلأ هون عشان اخلص من هاي بضرب بمعكوسها ضرب 3 على 121 ضرب 3 على 121 تمام هلأ هون هاي مع هاي مع هاي بيروحوا بضل عندي ارتفاع الهرم يساوي 3 على 121 ضرب 847 بطلع عندي الجواب 2622 هون 2622 22 على 121 تمام هون لما اجي اقسمه هون بطلع عندي ارتفاع الهرم هاي ها ارتفاع الهرم يساوي 21 21 سنتمتر ارتفاع الشمعة اللي على شكل هرم 21 سنتمتر هاي ارتفاع الهرم او ارتفاع الشمعة لعلى شكل هرم لانه الشمعة عندي هون على شكل هرم تمام طيب هاي فكرة درسنا لليوم انه كيف نوجد احنا حجم الهرم حجم الهرم حكينا مرة تانية هي تساوي طلد ضرب القاعدة ضرب الارتفاع حكي ان قاعدة الهرم اما بتكون مربع اما بتكون مستطيل اما بتكون مثلثة اذا كانت مربع بتكون مساحة القاعدة الطول ضرب العرض اذا كانت مستطيلة مساحة القاعدة بتكون الطول بالعرض واذا كانت مثلث بتكون مساحة القاعدة النص ضرب قاعدة ضرب الارتفاع تمام هاي فكرة الدرس ويعطيكم ألف عافية